انقلاب على منقلب هاجس يعيشه من اختار القفز على سلطة البلاد الشرعية يسيطر على الحكم ويبرر وسيلته في سبيل الوصول إلى الغاية تحالفات ولقاءات سرية تشهدها الرجمى مؤخرا بين المؤيد لآمر مليشيات الكرامة وبين من يحاول كسر عصطعه ليبدلها بأخرى يكونه وحاملها صراع بين طرفين في المنطقة الشرقية أولهما يسعى لتثبيت السطوة قابلة الفرجان وطرف ثاني يريد أن يقف ضد سياسة ترك الساحة خالية لحفتر وأبنائه بداية المشهد هنا عندما ظهر قليف حفتر يرافقه أمين سر ما يعرف بالقيادة العامة فتح حسون الدريسي في إعلان الانقلاب التلفزيوني عام 2014 لكن الرجل انتهت مهمته اليوم وبات يتقلب في معتقلة للميليشيات دون سبب واضح ودائما ومن دون أسباب اقتد عميد بلدية بنغازي السابق اللواء أحمد العريبي وابنه اللذان اعتقلاب بعد مواجهة يبدو أنها لم تكن في صالحه شخصيات عديدة ضمن القائمة المستهدفة من قبل تحالف نجلي حفتر وأبناء عمومتهما لم تقف عند حد الاعتقالات فقط بل تبعها اقتحام منزل مدير إدارة التوجيه المعنوي هاشن بورقعة اعتقالات قادة الميليشيا كشف مدى حدة الصراع الذي يعيشه معسكر الكرم من أجل بقاء حفتر حيث أكد موالون للمعسكر وجود مخطط للإطاحة بآمر الميليشيا وإخراجه من المشهد وهو ما دفع بلجليه صدام خالد بالتعاون مع عون الفرجاني صد أي محاولة للوصول إلى مكان خليفة حفتر اشتركوا في القناة